صنع القرار عملية يجب أن تستند إلى قاعدة واسعة من المعلومات المتخصصة والدقيقة أهمية القرار يقوم المديرون والمشرفون التربويون والمعلمون والطلبة باتخاذ قرارات لا حصل لها ذات تأثير فعال على العملية التربوية وهذه القرارات ينبغي أن تبنى على أساساً أخلاقي نابع من حاجات العاملين في المؤسسة التربوية كما ينبغي الإشارة إلى أهمية المشاركة في اتخاذ القرارات فذلك يساعد على توحيد جهود المجموعة وتشارك المجالس واللجان المدرسية المختلفة في اتخاذ القرارات وعندنا مجالس ولجان كثيرة في الإدارة المدرسية وعندنا مجلس المدرسة وعندنا مجلس النشاط ومجلس المعلمين والمجلس التخصصة وما يسمى مجلس الشعب وفي كل هذه المجالس يتم اتخاذ قرارات تهم العمل المدرسي إن المشاركة في اتخاذ القرارات يقلل من مقاومة التغيير ويساعد في عمليات الحفظ والرضا عن العمل وأي شخص يشارك في عملية اتخاذ القرار يشعر بمسؤولية وبالتزام أخلاقي في تنفيذ مثل هذا القرار مفهوم صنع القرار واتخاذه القرار عملية ذهنية يتطلب قدرا من التصور والمبادئة والإبداع ودرجة عالية من المنطقية بما يمكن معه اختيار بدائل متاحة تحقق الهدف في أقصر وقته بأقل كلفة يعني عندما تتخذ قرار ينبغي أن يكون في ذهنك عدة معايير لاتخاذه لهذا القرار ويكون عندك برضو قصائص أو محددات لعملية اتخاذ القرار وفيه عندما تتوفر المعلومات الكافية والدقيقة والصحيحة تستطيع في ضعوها أن تتخذ قرار وتتخذ بدال تتخذ أساليب وتتخذ وسائل على أساس تكون مرتبطة بالهدف أو بالعمل الذي تسعى إلى تحقيقه تعرف القرار القرار إحدى العمليات الإدارية ويمارس في كل عمليات الإدارة سواء كان في عملية التخطيط أو في عملية التنظيم أو في عملية التوجيه أو في عملية الرقابة والتقويم يشترك فيه أكبر عدد من ذوي العلاقة لحل مشكلة قائمة أو لوضع تصور مستقبل المعيان والقرارات تقوم على بعدين أساسيين هما مجموعة الحقائق والمعلومات ومجموعة القيام لاختيار الأحسن أو الأفضل وتتعلق بالصورة المثلة الفرق بين صنع القرار وبين اتخاذه ربما كثير من الناس صغيرة المتخصصين يخلط بين المصطلحين بينما هناك فرق شاسع وكبير بين عملية اتخاذ القرار وبين عملية صنع القرار فعملية اتخاذ القرار هي عملية اختيار بديل من بين عدد من البدائل أو الاحتمالات لتحقيق أهداف معينة وعملية صنع القرار هي عملية يتم فيها تحليل المشكلة القائمة وتحديد البدائل أو الحلول الممكنة وتقييم البدائل لاختيار البديل الأكثر ملاءمة لظروف بيئة العمل ثم اختيار الحل أو البديل الأمثل الذي يساعد في تحسين إنتاج أو إنتاجيات المؤسسة كما أن عملية صنع القرار تحتوي على أكثر من مرحلة للوصول إلى قرار بعيون فهي ليست مرحلة من مراحل تكوين القرار مثل عملية اتخاذ القرار وإنما هي تطلق على جميع المراحل التي يمر بها القرار ابتداء من تحديد المشكلة وانتهاء بحلها ومعالقتها بشكل أو بآخر مفهوم عملية صنع القرار هو العملية التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبحث عن أنسب الحلول لها عن طريق المفاضلة بين البدائل وبموضعية بين عدد من البدائل والاختيار الحذر والمدرك والهادق لحل المشكلة التي من عجلها تم صنع القرار عملية اتخاذ القرار هي ذلك القز ذلك القز ذلك القز الهام من مراحل صنع القرار وإحدى وظائفه الرئيسية وهي عملية من أهم عمليات اتخاذ القرار ومرحلة اتخاذ القرار هي خلاصة ما يتوصل إليه صانعي القرار من معلومات وأفكار حول المشكلة القائمة والطريقة التي يمكن بها حلها أو القضاء عليها